هذا ما يتنشقه المواطن اللبناني في المناطق المقتزة والتي فيها معامل صناعية وكميات كبيرة من المولدات ومن مولدات الكهرباء تصدر هذه الجزئيات التي تدخل الأجساد وتسبب أمراض الرئة هيدا الفلتر ناخده على سطح بناء نحن نحدده ونحطه بمكانة شغلة هالمكانة تسحب الهوال نحن نتنفسه ويطلع معنا هالفلتر هالفلتر هو عبارة عن هالجزئيات نحن نتنفسها هاي معناتها الطقس كتير كان معبة تلوص جزئيات سامة وهذه جزئيات اللي بتوصل لقرب الرواية أو لجوات الرواية هذه الفترة من السنة تعتبر الأكثر تلوثا خصوصا أن الهواء ينحصر مما تتكتل الجزئيات والإنبعاثات السامة الصادرة عن المولدات بال2017 زي ما نطلع هون نسبة زيادة التلوث من الموتوريت كانت 23% بينما بال2023 بهذه الدراسة اللي عملناها نسبة التلوث اللي جاي من الموتوريت دوبة اللي اتصارت 43% زادت نسبة البوسيبلتات الإمكانية أنه واحد يكون عم بيكون عنده كانسر هي 50% زيادة التعميم الصادرة عن وزارة البيئة تلزم جميع أصحاب المولدات بتركيب فلترات حفاظا على سلامة المواطنين بلشنا نحضر الملف لحتى نحاسب الناس اللي وصلتنا لهون بتمنى على كل شخص بيشوف أنه الموتوريت اللي حوالها بيوته ما فيها فلتر يتصل بالسلطات المعنية اللي هي موجودة حواليه لحتى يطبق القانون وإذا ما نقادر لحاله يتصل فينا ونحنا من لاحق الموضوع هذا ما نقادر الحل بس هذا على القليل بخفف الوطأ اللي موجودين فيها نحنا دراسة جديدة يتم العمل عليها تبين أهمية الشجر والمساحات الخضر في امتصاص عدد كبير من هذه الجزئيات وخفض نسبة التلوث في الهواء ترجمة نانسي قنقر